مياه الأرض ماذا تفعلين يا فاطمة؟ لقد ادخلت مبلغا صغيرا من المال واشتريت قصة بعنوان قطرة ماء تساوي حياة وأنا الآن أقرأ هذه القصة أحسنت يا فاطمة إنه عمل رائع ولكن عما تتحدث القصة؟ إنها توجهنا لضرورة ترشيد المياه والمحافظة عليها حقا؟ إنها قصة مفيدة ولكن ما سبب تسمية الأرض بالكوكب المائي؟ انظر يا فاطمة إلى هذا النموذج للكرة الأرضية ماذا تلاحظين؟ ألاحظ أن اللون الأزرق يغطي نسبة كبيرة من سطح الكرة الأرضية وهل تعرفين إلى ماذا يرمز هذا اللون الأزرق؟ نعم إنه يرمز إلى الماء أحسنت يا فاطمة ولهذا تسمى الأرض بالكوكب المائي حيث يغطي الماء نحو سبعين في المائة من سطح الأرض سبعين في المائة من سطح الأرض مغطا بالبحار؟ يا للهول إنها مساحة كبيرة ليست البحار فقط يا فاطمة فهناك أشكال مختلفة للماء على سطح الأرض غير البحار التي تعرفينها أشكال مختلفة للماء؟ ماذا تقصد بهذا يا سالم؟ يوجد الماء على الأرض في أشكال مختلفة تبعا لحالتها الفيزيائية سواء كان في الحالة السائلة أو الصلبة أو الغازية وهل هناك أشكال للحالة السائلة غير البحار؟ نعم يوجد الماء في الحالة السائلة على شكل المحيطات والأنهار والبحيرات والمياه الجوفية هل تتساوى هذه الأشكال في نسبتها؟ لا يا فاطمة فلكل شكل نسبة مختلفة وكيف توزع هذه النسب؟ تبلغ نسبة الماء في المحيطات نحو 97% من إجمالي المياه على الأرض ويمثل الغطاء الجليدي نسبة 2.5% أما المياه الجوفية فتمثل نحو 62% بينما تمثل الأنهار والبحيرات نسبة ضائلة تبلغ 9% في الألف بالمئة من مياه الأرض وفي الغلاف الجوي نجد النسبة لا تتعدى 1% في الألف بالمئة وماذا عن أشكال الماء في الحالة السلبة؟ يشكل الماء في الحالة السلبة الغطاء الجليدي والذي يظهر على شكل ثلوج وجليد ويبلغ نحو 2.5% من إجمالي نسبة الماء على الأرض وكيف يوجد الماء في الحالة الغازية؟ يتواجد الماء في الحالة الغازية على شكل بخار ماء في الغلاف الجوي ونسبته 1 في الألف من إجمالي نسبة المياه على الأرض شكرا لك يا سالم لقد عرفت بفضلك أشكال الماء على الأرض والآن سأكمل قصتي ثم أخبرك بما قرأته حسنا يا فاطمة وأنا متشوق جدا لإعرف أحداث قصتك ولكن سأقوم أولا بتلخيز ما تعلمناه اليوم يوجد الماء على الأرض في ثلاث حالات فيزيائية الحالة السائلة كالمحيطات وتبلغ نسبتها 97% من إجمالي المياه على الأرض وكذلك المياه الجوفية وتمثل نحو 62% بالمئة أما الأنهار والبحيرات فتبلغ 9 في الألف بالمئة من مياه الأرض الحالة الصلبة وتظهر على شكل الغطاء الجليدي المكون من الثلوج والجليد ويبلغ نحو 2.5% بالمئة من نسبة الماء على الأرض الحالة الغازية ويوجد فيها الماء على شكل بخار ماء في الغلاف الجوي ونسبته 1 في الألف بالمئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر